المصابقات بشكل عام جمهور العلماء ذهبوا إلى أنه لا يجوز الصباق بعوض إلا كما ذكرت إلا في المصابقة بالسهام أو بالخير أو بالإبل والشافيئة توسعوا في هذا الأمر فجوزوا المصابقة على عوض فألحقوا بالسهام المزاريق والرماح والرمي بالأحجار لأن كل ذلك يحتاج في الحرب وألحقوا بالخيل الفيالة والبيغالة والحمير فقالوا تصح المصابقة عليها بعوض وغيره في الأظهر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صبق إلا في خف أو حافر أو نصال وفي الأقتذات الشافعية لا يصح عندهم المصابقة بعوض على كرة الصولاجان ولا على الكرة البندق الذي يرمى به في الحفرة ولا على السباح في الماء ولا على الشطرنج ولا على الوقوف على رجلين ولا على المصابقة بالأقدام هذه كلها عندهم لا تجوز إطلاقا بعوض وكذلك عند العلماء لا تصح المصابقة بعوض على الكلاب وعلى مهارشة الديكة ومناطحة الكباش بلا خلاف لا بعوض ولا بغيره لا تجوز المصابقة بعوض ولا بغيره عوض على الكلاب ولا مهارشة الديكة ومناطحة الكباش ترجمة نانسي قنقر